مهم جدا ان احنا نشجع اولادنا ومهم جدا ان احنا نحمسهم ونحفزهم لكن نحمسهم ونحفزهم على ايه؟ ده اللي احنا هنعرفه بعد الفصل انا شهير طلعت ودي يوميات طبيب نفسي اهلا وسهلا بحضراتكم زي ما انا قلت كده في المقدمة مهم جدا ان احنا نسمع اولادنا وابناتنا كل ما هو ايجابي ونبص على كل ما هو جميل فيهم ونقولهم عليه ومهم جدا ان احنا نشجعهم ونحمسهم ونحفزهم بس على ايه؟ على ايه ده هو ده قصة البحث اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة البحث ده اتناشر سنة الف تسعمية تمانية وتسعين في مجلة اسمها جورنال اف برسوناليتي اند سوشال سايكولوجي مجلة بتصدر من الجماعية الامريكية لعلماء النفس في امريكا البحث ده عملوه اتنين علماء مويلا ودويك وكان انا هشرح البحث ده ببساطة ويعني على اساس ان اكبر قدر من المشاهدين يستفيد من البحث ده البحث ده اتعمل على حوالي تمانية وتمانين تلميذ في سنة خمسة في مدرسة من المدارس الامريكية كل طالب وكل طفل على حالة اتجابوا تمانية وتمانين تلميذ وعطوهم نوع من انواع اختبارات الزكاء اختبار زكاء عادي جدا زي اللي احنا بنشوفه على الانترنت وزي اللي احنا بنلعب به وبنعمله دايما ورعي ان تقريبا يعني رعي ان الدرجات تبقى عالية في كل لكل طلبة على اساس ان انا مش بقيس مستوى زكاءهم لا انا بقيس حاجة تانية زي ما احنا هنشوف بعد شوية التمانية وتمانين طالب اه دهولة تم تقسيمهم عشوائيا الى تلات مجموعات وكل مجموعة اه حملت نوع من انواع اه الرسائل اللي الهالها المشرف على التجربة دي اول مجموعة اه تم اختارها عشوائيا قالوا لهم كده اه برافو عليكم انتو جبتوا درجات عالية وما تقالش حاجة تانية المجموعة التانية اتقال لها كده برافو عليكم انتو جبتوا درجات عالية بلا ادنى شك حضراتكم بتتحلوا بالزكاء وتتحلوا بالعبقرية وتمت الاشياء ده بالزكاء بتاعهم والعبقرية اه بتاعتهم المجموعة التالتة اتقال لها كده برافو عليكم انتو جبتوا درجات عالية اكيد انتو عملتوا مجهود خرافي وبازلتوا اه عرق في انكم تحلوا الاختبارات دي فزي ما حضراتكم شايفين المجموعة الاولى نقدر نعتبرها كده دي او المجموعة اللي لم تحصل على اي نوع من انواع الاشادات المجموعة التانية هي تم الاشادة بالزكاء بتاعها وبالعبقرية بتاعتها والمجموعة التالتة تمت الاشادة بالمجهود اللي هم عملوه في الاختبارات دي دي كانت المرحلة الاولى اه من التجربة المرحلة التانية من التجربة كانت هي انهم جابوا برضو التلات مجموعات وقالوا لهم دلوقتي احنا داخلين على اختبار تاني في نوعين من انواع الاسئلة في نوع اه سهل بتقدروا تحلوه بسهولة وفي نوع صعب اه صحيح واسئلة صعبة لكنكم حتتعلموا اه منها بعض المعلومات الجديدة وحتتعلموا حاجات جديدة من الاختبارات دي وقاسوا اه كل مجموعة هتختار اي نوع من انواع الاختبارات لقيوا اه ان المجموعة اللي تمت الاشادة بالزكاء بتاعها وبالعبقرية بتاعتها كانت بتاميل اكتر الى انها تختار الاسئلة السهلة كانت يعني غالبيت الطلبة اللي كانت في المجموعة اللي تمت الاشادة بالزكاء بتاعها اختاروا انهم يدخلوا امتحانات سهلة اما المجموعة الثالثة اللي تمت الاشادة وان بالمجهود اللي هما بيعملوه وبالمزكرة اللي هما بيعملوها قرروا ان هما يختاروا غالبيتهم قرروا انهم يختاروا الاسئلة الصعبة اللي حيتعلموا منها حاجة جديدة. اعتقد ان هنا يعني وضح الفرق ان المجموعة اللي تمت الاشادة بالزكاء اعتمدت على الزكاة بتاعها اختارت اسئلة سهلة. المجموعة اللي تمت الاشادة بالمجهود اللي هما بيعملوه اختارت اسئلة صعبة على اساس انها هتتعلم حاجة جديدة من الاسئلة الصعبة دي. ودي كانت نتيجة المرحلة التانية من التجربة. التجربة ما قلصتش لغاية هنا وقرر ان هو يعمل مرحلة ثالثة. قرروا ان هما يعملوا مرحلة ثالثة من التجربة دي. في المرحلة الثالثة من التجربة دي جابوا برضو ثلاثة مجموعات. وقالوا لهم احنا الوقت هنعمل اختبار اه زكاء اه جديد. وهنشوف حضراتكم هتجيبو اه في قد اين. وكانت الاسئلة صعبة جدا. ورعي ان ثلاثة مجموعات اه اه لان الاسئلة صعبة انهم ياخدوا درجات قليلة جدا في الاختبار ده. فالثمانية وتمانين طالب اخدوا درجات قليلة في الاختبار ده. وقاسوا مقدار تفاعل الثلاثة مجموعات مع الدرجات السيئة دي. وكان السؤال الموجه للطلبة في في التجربة دي. قالوا لهم انتو دلوقتي جبتوا اه درجات سيئة. مين منكم يحب ياخد الاختبار تاني يشتغل عليه في البيت على اساس انه يتعلم منه وعلى اساس انه يحسن الدرجات اه بتاعته. وقاسوا ردود افعال التلات مجموعات. كانت النتيجة ان المجموعة التانية اللي بتعتمد على تمت الاشادة بالزكاء بتاعها وبالعقارية بتاعتها كانت اقل مجموعة وفقت انها تاخد الاختبار في البيت تذكروا تاني او وانها تشتغل عليه. في حين المجموعة التانية التالتة اللي تمت الاشادة بالمجهود اللي هما بيعملوه قررت اه كانت اكثر ميلا الى انها تاخد الاختبار في البيت وانها تشتغل عليه وانها تحسن من النتيجة اه بتاعتها. ما وقفتش التجربة لغاية هنا وقرروا العلماء انهم يعملوا مرحلة تانية من الاختبارات. اعطوهم بقى المرة دي اختبار زكاء عادي جدا. وقاسوا النتيجة بتاعت كل مجموعة من الثلاثة مجموعة. وكانت النتيجة اللي 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 حصلوا عليها الاعلماء وهي ان المجموعة التانية اللي تمت الاشادة بالزكاء بتاعتها بتاعتها والعبقارية بتاعتها اخذ الدراجات سيئة جدا في المرحلة التانية. اما المجموعة التالتة اللي تمت الاشادة بالمجهود اللي هما بيعملوه والمذاكرة اللي هما بيادوها جابت درجات اعلى من الاختبار الاولاني. وكأن المجموعة التانية اللي تمت الاعتماد اللي اعتمدت على الزكاء بتاعها والعبقرية بتاعتها كان فيه نوع من الانواع الاستهانة او كان فيه نوع من انواع اللامبالاة كان فيه نوع من انواع اللامبالاة في تأدية الاختبار فعلشان كده حصلوا على آآ درجات اقل. خلي بالكم ان مش كل حاجة دي انا زي ما قلت انا بحاول ابسط البحث على اساس ان هو يوصل لاجبر قادر من المشاهدين. شكل التجربة دي مش عازة تخلص. لان العلماء عملوا مرحلة تانية مرحلة رابعة او خمسة. وقالوا لهم كده جابوا برضو تلات مجموعات. وقالوا لهم كده في دلوقتي آآ هنوزع عليكم نوعين من انواع الكتيبات. عليكم انكم تختاروا كتيب منهم. الكتيب الاولاني آآ هيشرح لكم بعض الاستراتيجيات وبعض الخطوات في انكم ازاي تحلوا الاسئلة الصعبة دي وازاي انكم تتجاوزوا اختبارات للزكاء. والكتيب التاني كان آآ متوسط درجات الناس اللي قدت في اختبارات الزكاء المختلفة. وقاسوا آآ اي مجموعة هتختار اي نوع من انواع الكتيبات. وكانت النتيجة هي ان المجموعة التانية اللي تمت الاشادة بالزكاء بتاعها والعبقرية بتاعتها فضلت انها هتختار الكتيب اللي بيجيب بقيس متوسطات الطلبة قدت قد ايه في اختبارات الزكاء. وكأنهم عايزين يقيسوا آآ نسبة زكاءهم ويقيسوه مقارنة ببقية الطلبة وبقية التلاميذ. اما المجموعة التالتة اللي تمت الاشادة بال بالمجهود اللي هما بيعملوه في في المزاكرة او بال بال بالعق اللي هما بيبزلوه. قررت انها آآآ كانت ميلة اكتر الى انها آآآ تاخد الكتيب اللي بيشرح استراتيجيات لحل المشاكل وازاي انه يطوروا من النتيجة بتاعته. تعبته? معلش. لان التجربة مثيرة فاضل مرحلة واحدة بس. في اخر التجربة جابوا برضو تلات مجموعات وقالولهم احنا دلوقتي عايزين ناخد الانطباعات بتاعتكم دي ونبعثها لمدرسة تانية. فكل واحد هيكتب انطباعاته عن الاختبار وهو ادى فيه ازاي? وكم سؤال هو جاوب عليه صح وقد ايه الدرجات اللي هو حصل عليها? وكان عايزين يقيسوا الى اي مدى اي مجموعة ستتفاخر او تتباهم او بالبلد كده تكذب في النتيجة بتاعتها. وكانت النتيجة اللي ممكن كلنا نتوقعها هي ان المجموعة التانية اللي تمت الاشادة بالزكاء بتاعها او بالعبقرية بتاعتها كانت اكسر مجموعة ميالة كده بالبلد الى الكذب في الدرجات بتاعتها بحيس انها ضخمت الدرجات بتاعتها وصلتها كده الى درجة عاية. في حين ان المجموعة التالتة اللي تمت الاشادة بالمجهود بتاعها وبالعرق بتاعها كانت اقل المجموعات ميلا الى تطخيم من الانجاز اللي هم عملوه. لا كانت النتيجة بتاع اقرب الى الواقع من المجموعة التانية. فزي ما حضراتكم شايفين انا ايه الرسالة اللي انا عايز اوصلها الابني. لو انا لو انا بوصل له الرسالة بامدحه فيها على صفة هو ملوش فضل فيها حتى الصفة دي مع الزمن يمكن انها لا يتم استخدالها بشكل جيد. يعني ممكن الصفة دي الموهبة اللي عنده دي ممكن تضيع. في حين ان انا لو شجعت ابني على المجهود واثنيتها على التعب اللي هو بيعمله وعلى العرق اللي هو بيعمله ده هيؤدي الى النتيجة افضل في مستقبل ابني وفي مستقبل اه بنتي. وده اعتقد ان احنا بنشوفه في مختلف المجالات القصة ما بين الموهبة والعمل وازاي ان الموهبة بدون دراسة وبدون عرق ممكن انها تضيع وممكن انها يعني ما تبقاش اه موجودة. على مختلف على مختلف المجالات سواء مجال غياضي مجال فني مجال علمي ايا ما كان المجال. العرق والمجهود بيبقوا ليهم الاولوية في استمرار الموهبة اذا كانت موجودة او في استمرار التفوق وفي استمرار النجاح. عنوان البحث الاصلي اللي عملوه العلماء مهم جدا لانه ذو دلالة اا وهو ده الهدف من الفيديو اا بتاعي. عنوان البحث باللفز كده يعني الثناء او المتح على زكاء الاطفال كان ممكن يؤدي الى انه يؤثر على الحافز بتاحهم وعلى الاداء بتاحهم. دي التجربة بتاعتي انا زي ما انتم متعودين. فمهم انا بمدح ابني وبمدح بنتي بمدحه على ايه بمدحه على صفة اا هو ملوش فضل فيها ولا بمدحه على صفة هو تعب فيها واكتسبها. بمدحه اا اا بشكل مؤذي حتى لو كان بالفعل يعني ممكن يكون ابني زكي لكنه مع كتر المتح في قصة الزكاء ده ممكن انه تضيع زكاء وما يزكيرش. اا ولا بمدحه على انه لا تعب وانه شئي وانه عمل مجهود اا اا في القصة بتاعته او في المجال بتاعه اللي هو اا بيحبه. وهنا الطفل او الطفلة هنا بتجيلها رسالة مهمة جدا وهو ان التحدي مش معناه فشل. وان الدرجات السيئة في اي اختبار او في اي مجال او في اي حاجة انا بعملها مش معناها فشل. لا بالعكس هي فرصة من فرص التعلم. انا كده بتعلم بشكل افضل ان انا ابقى انسان اا افضل. اتمنى اني اكون عرفت اوصل لكم البحس اا بالفاز يعني يعني الفاز يعني بسيطة. لان ما حبتش ادخل في ارقام وفي احصائيات واطل لكم جداول اا بيانية. اا لكن المهم ان انا ابقى عارف انا بامضح ابني او بنتي آآ على ايه. آآ شكرا ليكم وسلامتكم الف سلامة. سلام.